سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد فتكاً وأسرع انتشاراً اكتشفت في البلد الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفايات حول العالم. دراستان جديدتان أظهرت أن السلالة الجديدة اكتشفت في ولاية كاليفورنيا التي تعد من بين أعلى الولايات الأمريكية في أعداد الإصابات والوفايات. وبحسب الباحثين، فإن هذه السلالة الجديدة تنتج ضعف عدد الجزئيات الفيروسية داخل الجسم وقد تكون أفضل قدرة في الإفلات من جهاز المناعة واللقاحات. تم اكتشاف السلالة في 45 ولاية أمريكية حتى الآن وفي العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أستراليا والدنمارك والمكسيك والتيوان لكنها لم تشهد انتشاراً إلا في ولاية كاليفورنيا. من ناحية أخرى، أظهرت تجارب سريرية أجريت في إسرائيل بعد شهرين من بدء واحدة من أسرع عمليات التطعيم في العالم أن جرعتين من لقاح فايزر قللتا الحالات التي تظهر عليها أعراض كوفيد-19 بنسبة 94% لدى جميع الفئات العمورية كما قللتا حالات الإصابة الشديدة بالنسبة ذاتها تقريباً. وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة نيو إنجلد للطب، فإن الدراسة أجريت على مليون ومئتي ألف شخص تلقى نصفهم اللقاح مقابل العدد نفسه ممن لم يحصلوا عليه. وبينت نتائجها أن تلقي جرعة واحدة كان فعالاً بنسبة 57% في الحماية من حالات العدوى بعد أسبوعين.